بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو هنقدم لحضراتكم الفيديو 11 من سلسلة شرح برنامج الماكروسوفت وورد وفي الفيديو هنقدم لحضراتكم كل ما يتعلق بالتظليل من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو هنشوف إزاي نزقل نقدر نظرل بأكتر من شكل هنبدأ في البداية بتظليل الكلمة على سبيل المثال أنا عايز أظلل كلمة محمد بضغط عليها نقرتين بحط المؤشر عليها بالشكل اللي أنتوا شايفينه هنا وبضغط عليها نقرتين هي بقى دي الكلمة دي تظللت طبعا عايز أظلل كلمة ياسر وقفت عليها نقرتين ده التظليل الأولاني تظليل الكلمة طيب أنا دلوقت عايز أظلل السطر كاملا بتقدر تيجي في الجنب ونقرأ واحدة السطر كاملا تظلل او بتقدر بانك تيجي على المقطع بتاعك وبعدين بتضغط على تلات نقرات فبتلاقي السطر كاملا اتظلل لو انت عندك مقطع المقطع كمان بيتظلل بتلات نقرات متتالية اهو تلات نقرات متتالية طيب انا عايز سطر واحد بس منه بقف خارج السطر وبعد كده نقرة واحدة بتلاقيها اتظللت طيب بعد كده عندي ازاي اقدر اظلل جزء من المقطع انا دلوقتي هبدأ اني احط المؤشر بتاعي بالشكل ده عامل زي حرفة الاي بقدر اضغط وبعد كده اسحب واطلع فوق او انزل تحت على حسب ايه المساحة اللي انا عايز اظللها او ايه حكم الكلمات اللي انا عايز اظلله طيب انا دلوقتي عايز اظلل جدول الجدول بيتظلل كملا عن طريق الشكل اللي موجود قدامك ده لو جدول بتاعك معمول او متصمم الهوامش بتاعته من اليمين للشمال هتلاقي الشكل ده موجود عندك هنا هقف عليه واضغط نقرة واحدة هتلاقيه ظلل لك الجدول لو الجدول بتاعك معمول انجليزي الهوامش بتاعته من الشمال لليمين هتلاقي العلامة ديت موجودة على الشمال هتضغط عليها نقرة واحدة هتلاقي الجدول كاملا تظلل علشان كده كنا بننصح دايما في اعداد مساحة الملف للعمل دايما بقى انك تزبط الهوامش بتاعتك وتتراعي الهوامش بتاعتك هل انت عايز الهوامش بتاعتك تبدأ من اليمين للشمال ولا العكس طيب انا دلوقتي عايز اظلل العمود الاولاني لوحده بقى فوق العمود لغاية لما يبقى السهم بتاعي بالشكل ده بعد كده بضغط نقرة واحدة هتلاقي العمود اتعمل طيب عايز اظلل العمود ده بقى فوق ايه لغاية لبا تبقى بالشكل ده نقرة واحدة طيب انا عايز الصف كاملا بخرج خارج الجدول وبعد كده بنقر جنب الصف لنقرة واحدة بلاقي ان الصف بتاعي تظلل بشكل طبيعي لو انت عايز تظلل مجموعة خلايا بتقدر بانك تضغط وتسحب لغاية ما تظلل الحاجات اللي انت عايز تظللها زي ما احنا ما عملنا فيه تظليل جزء من المقطع بالزبط دلوقتي علشان تظلل جزء من المقطع باستخدام الكبار ده حطينا المؤشر في حتة اللي احنا عايزين نبدأ منها بعد جده ضغطنا على الشفت وبنتحرك بالسهم لغاية لما نظلل الحاجات اللي احنا عايزينها كاملة طيب لو تلاحز دلوقتي التظليل بتاعي بيظل الحرف حرف طيب انا عايز اخلي التظليل بالكلمات هتضغط مع زرار الشفت هتضغط كنترول والسهم بتاعك فهتلاحز بانه عاد بيظل الكلمات مش حروف لو انت عايز تسيبها حروف هتخليك ضغط على الشفت بس مع السهم كلمات هتضغط مع الكنترول وهتلاحز بانه بيظل بكده تكون اخدت افكار التظليل كلها اللي انت ممكن تستخدمها اسناء اجراء تنسيقات بعد كده هنشرحها على الكلمات او على المقاطع او على الجداول عشان تظلل طرحنا كل الافكار اللي انت هتستعدمد عليها في التظليل وبكده نكون انتهينا في الفيديو ده ونتمنى لحضراتكم كل التوفيق ونتمنى تشرفونا بالاشتراك في القناة وبانتظار اي استفسارات لدى حضراتكم ترجمة نانسي قنقر